حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مالك يعني ابن مغول قال سمعت سيارا أباء الحكم غير مرة يحدث عن شهري بن حوشب عن محمد بن عبد الله بن سلمين قالا لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا يعني قباء قالا إن الله عز وجل قد أثنى عليكم في الطهور خيرا أفلا تخبروني قال يعني قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قال فقالوا يا رسول الله إن نجده مكتوبا علينا في الطورات الاستنجاء بالماء حدثنا يزيد عن صلامي بن مسكي حدثنا شهر بن حوشب عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلمين وذكر حديث الجاري